وإحنا بنتكلم عن القادمون الخلف وطهر محمد طهر بيمتاز بالميزة دي نروح دلوقتي لأبو ظبي مرة أخرى ومعنا زميلنا أمير هشام ومعه لقاء مع طهر محمد طهر واحد من نجوم ندلال تحاتي لك كابتن إسلام وتحاتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان يعني على هامش معسكر فريق النادي الأهلي هنا في أبو ظبي استعدادا لكاس العالم الأندية إن شاء الله الأهلي يكون موافق في هذه البطولة معي في هذه اللحظات لقاء هام جدا مع أحد نجوم النادي الأهلي المهمين جدا جدا خلال الفترة الأخيرة واللي أكيد هيكون لي دور مؤثر بإذن الله تعالى مع الفريق في كاس العالم الأندية طهر محمد طهر يا طهر برحب بيك في البداية حبيبي برحب بيك وبرحب كابتن إسلام وطبعا مشاركة تعني عليها إن شاء الله في كاس العالم أي العيب بيكون بيتمنى الفرصة زي دي والسنة دي بردو يعني دخلين بطموح مختلفة السنة اللي فاتت حققها نحققها كويسة إن شاء الله السنة دي إن احنا نقدر نحقق حققها أحسن ونسعد الجماهي لكلها إن شاء الله بإذن الله تكونوا موفقين لكن زي ما أنت قلت وبدأت كلامك دي مشاركة تانية لك اكتسبتوا بعض الخبرات على الرغم من إن المشاركة الأولى لكم في كاس العالم الأندية جبتوا ميداليا برونزيا في إنجاز جيد بالنسبة لنادي الأهلي وجمهوره الفارق إيه ما بين المشاركة التانية بالنسبة لك والمشاركة الأولى بقى فيه اختلاف كبير طبعا يعني المشاركة الأولى كان حتى كتوقيت كان بقالي لسه مصلا شهرين ثلاثة في النادي أخدش خبرات مكان شرسة برضو يعني دمج بشكل كبير جدا زي ما هو مندمج لعيبة كلها بين عائلة واحدة وبعينا متعاودين كلنا على لعبة بعض فهمين بعض في الملعب فدي كلها حاجات يعني هتخلي فيه اختلاف إن شاء الله السنة دي في الأداء مع برضو الغيابات اللي موجودة يعني لعيبة النادي الأهلي يعني تعاود أي حد يعني كلنا حتى باللعيبة الصغيرة قدروا إن هما يلعبوا متشاط في كاس الرابطة ويأخذوا خبرات فإن شاء الله كلنا يعني شغالين بهدف واحد إن احنا نعمل حاجة كويسة إن شاء الله نقطة الغيابات هي نقطة مهمة جدا جمهور نادي الأهلي كله بيفكر فيها الناس كلها بتقولي الأهلي بيمر بظروف صعبة السنة دي في كاس الأعمال الأندية لعيبة الدولية الموجودة على المنتخب نتمنى لهم كل التوفيق بعض الإصابات المؤثرة كمان في فريق الأهلي انتوا كلعبين مشاركين في هذه البطولة هذا العام إزاي بتفكروا في البطولة في ظل الظروف الصعبة اللي بتواجهوها بتكلموا واحد بتقولوا إيه؟ عايزين نطمن جمهور النادي الأهلي في الجزئية دي تحديدا يعني لا إحنا لما تكلمنا وما تكلمناش كتير يعني تكلمنا يعني يعرفنا المسؤولات اللي إحنا فيها وبالعكس يعني مفيش أي ضغوطات ولا أي حاجة بالعكس إحنا كلنا يعني تحس فيه كده روح كويسة وأحساس يعني حاسين نحنا إن شاء الله نعمل حاجة والغيابات طبعا يعني غيابات كبيرة يعني انت لما تي تشوف مين الغيابات سواء كإصابات أو غيابات منتخب فكلها العيبة كبيرة والعيبة مؤثرة فإن شاء الله يعني مش هيبقى فيه أي ضغوطات علينا في الحوار ده يعني إن شاء الله نقدر نحنا نعدي الموضوع ده واللعيبة كل اللي موجودة هنا إن شاء الله تبقى يعني تقدي بنفس الدور وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة الناس ممكن تكون بتكلم شوية على حتة إن طالعونا الغيابات مؤثرة وموجودة مع الفرقة فده ممكن يعطل أو يقلل من طموح المجموعة الموجودة واللي هتشارك في البطولة هل الأمر ده حقيقي؟ لا لا مفيش كلام ده يعني إحنا عارفين إحنا جايين لإيه وعارفين إحنا جايين هي ماتشات يعني كلها مفيش أن أنت مساء هتجمع نقطة وحاجة إيه وماتش واحد وتعديه وماتش اللي بعد وتعديه مع الاختلاف طبعا في المستوى مع الاختلاف في المدارس الكورة المختلفة بس دي كلها حاجات يعني إحنا درسينها بشكل كويس وعارفين الخصم اللي هنلعبه ولسه برضو هنشتغل عليه أكتر بس لا مفيش كلام طيب من تابعين يعني الكلام برضو اللي بتقال على بعض الغيابات الخاصة بفريق منتري هل أنتو بتفكروا برضو في جزئية زي دي ولا مركزين أن أنتو نزيل مباراة عايزين تكسبوها أين كامل اللي هيبقى قدامكم في الملعب سواء الفرقة الأساسية أو حتى الفرقة الاحتياطية في ظل الغيابات اللي قد تحدث في هذا الفريق لا خالص يعني أنا مثلا مستوى الشخصي أنا بالنسبة لي سواء كان اللعيبة كلها أو فيه غيابات أنا بالنسبة لي هو فريق أنا ما أعرفش من اللعيبة اللي هتلعب يعني أنا عارف طبعا كأرقام أعرف كأسامي بس ما يعني سواء كان فيه اختلافات أو حاجة أنا بالنسبة لي أنا نزل لعب فريق المكسيكي وصواء كان عنده غيابات زينا أو أكتر أو أقل دي حاجة مفروض ما فكرش فيها أصلا وننزل نلعب 90 دقيقة وإن شاء الله نطلع بالمكسب بإذن الله أخيرا وأنا بختم معك مهمة أو إن احنا أخذ رأيك في منتخب مصر مباراة مهمة جدا بكرة مع الكاميرون حابب تقول إيه لزميلك أنت لعب دولي وخدت بطولة أفريكا الشباب مع المنتخب فإيه اللي حابب تقوله لزميلك في مباراة صعبة جدا مع الكاميرون وإيه رسالة أنت حابب توجهها دعنا كلنا طبعا نتمنى لهم التوفيق وبطولة طبعا يعني ظروف صعبة بيمروا بيها هناك بس إن شاء الله هم قد المسؤولية إحنا أكيد بنسندهم بس إحنا برضو هنا عندنا يعني شغل بتاعنا وهدف بتاعنا فمش أقول لك يعني مش هنتفرق أو حاجة أكيد هنتفرق وأكيد بنتمنى لهم التوفيق بس إحنا برضو هنا في حرب بتاعتنا برضو إن شاء الله إن شاء الله وأخيرا حابب تقوله إيه الجمهور نادل بقول لهم يعني كل جماهير طبعا الوجودة في أبوظابي يريد طبعا نشوفكم كلكم في الاستاد يوم السبت وإلى جمهور الأهلي عمتا إن شاء الله نقدر نفرحكم بالبطولة دي السنة اللي فاتت قدرنا إن نحن نفرحكم بمركز ثالث وإن شاء الله السنة دي يعني مش هنبخل بأي نقطة عرق مش هنبخل بأي حاجة وإن شاء الله نقدر نسعدكم موسيقى موسيقى